عالمين كافة بشيرا ونزيرا ففتح الله برسالته قلوبا غلفا واسمع الله بكلماته آذانا صمى وأحصر الله بحكمته آينا عميا وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العالم اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا برحمتك يا أخر الرحيم اللهم وسلم وبارك على آل بيته الأبهار وأصحابه الأخير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دي أم أحد إخوتي وأخواتي اللهم النفس البشرية التي بين جنبينها هي آية من الآيات الباهرة التي تدل على عظمة خالق عز وجل كما قال تعالى وفي أنجوسكم أفلا ترسلون وقد وصف الله سبحانه وتعالى في فتابه العزيز هذه النفس البشرية بصفات عديدة فبين طبائعها ووضح مدلولاتها وأكد سبحانه وتعالى بأن نجاح الإنسان في الدنيا وفي الدين يعتمز على تزكية نفسه وأن فشل الإنسان وخسارتهم في الدين والدنيا سببه هو الخضوع لشهوات النفس هذا ما قد اضطر سبحانه وتعالى هنا في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال أفلح من زكاها وقد صاب من دساها صلت الله تعالى تبين لنا هذه الآية العظيمة في أن المؤمن الحق هو المسلم الذي يعرف إيجابيات نفسه كما يعرف سلبياتها فيدعم الجانب الحسن من نفسه ويحسن الجانب السيء من النفس وهذا ما قال ابننا صلى الله عليه وسلم لحديثه في التشفير كل الناس يضب فبادع نفسه فمبضها أو معتقها كل الناس يضب يضب معناه يقدح أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدحا فملاقين فيبيع نفسه إما لله وإما للشاهد فهذه الآيات وهذه الأحاديث تقول لنا لأنه على كل مؤمن يجب على كل مؤمن أن يتبصر بنفسه ويفهم ماهيتها ويعرف أنواعها وكيف يتعلم معك وكيف يتعلم معك وكيف يتعلم معك ان يكون نفسًا لديه و الان يصدرنا ان تتخلق وستغلال لأن نفس لأن نفس نفس لدينا نفس الكثير من هذا الأن Hannah لن يوصيح نفس نفس تعالى يممتعون بالمخاطر لإمكان أنه لذلك تنفيذ نفس في القرآن مع مختلفة الله سبحانه وتعالى يخبره ومثلت نفسه ومثلت نفسه ومثلت نفسه أنه تعلمنا سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى في دين ودنيا ومثلت نفسه ومثلت نفسه ومثلت نفسه يحدث نفسه ومثلت نفسه هذا المسر في سورة الشمس بي نفسه الله خلاله ومثلت نفسه كل نفسه المفضل و المفضل أهل أنه يتعالى و علينا ونقوم بإشترافه أيهو قائمين لنا قد المبلايون هو تنسل المسلم يتطلق يفنجهه يفهمه و يتعطيه يفهمه يفهمه و النهائيه و تتعطيه و يفهمه لإنهانسة الإمكس على المشكلة ثم يحصب على المشكلة فإنهارت المشكلة لإمكسه على المشكلة هذا كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن كل أجل في هذه المشكلة حيث تجد فإنه أو أجل سهل فإنه أو أجل سهل ويجعل لفعل اللهم ويجعل هذا الشهوات ويحصن الله هذه الأيان و هذه الحديث تقولنا نحن أن نفذ نفسه وما هل التجابة نفس؟ وما يجعلون المسلمون بفعله المسلم هذا هو نفسي سأسألنا نسمي الله صحيح لحمي الله سأسألنا نسمي الناس لنظم الناس لنظم الناس ترجم الناس إلينا ظلنا سأبدأ كلنا نعرف أن الناس المخلصة من المخلصات والأيض هذا المخلص معاقلين من المخلصات والأيض وإلا الله سبحانه وتعالى المخلصات النافسة من المخلصة من المتحدة من المخلصات dünyanın يقب عنه مجتمrä كل نفس سمع ذلك لا يقب به كثيرا كل نفس أن الله ستبعنا على المقالة في المدينة وإن تُبْدُمَا فِي أَنْقُسِكُمْ أَوْ تُغْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ ما أيضاً تُعبار أو تُعبار فيك 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 ستكون لكاعدة أكامل عندما كان هذا أيضاً صحابة من محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون بأنهم لا يستطيعون هذه المقالة الله أَشُّونَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا هُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَسَبَتْ الله ستبعنا لا يستطيعون المقالة خلال المقالة كل المقالة ستبعه من المقالة أَلَيْهَا مَا كَتَسَبَتْ وَيَا اتِرَيْهَا هُسْعَا أو كَدَيْهَا مُخَتْ يَا كَحَوَتْ عَلَيْهُ اَهِهِا مع البلكات الخلالية بعد أن تُعرفنا نفذ أعبرنا على ما يشبه عن الأحمرات الخلالي كورآن تُعرفنا على هرنا تاعت نفس النفس الأممارة لكمادي النفس النفس اللووامة لبلاثن نفس النفس المطمئنة نفس بحقًا بحقًا نفسي بحقًا مجرد نفس النفس الأممارة المترجم للقناة لأنه يترجم للقناة للقناة الله تعلم هذا نفس في سورة 2 يوسف وما أبري نفسي إن النفس لأمارة بالسوء I free my nafs not from responsibility very nafs is inclined to do evil نفس الأمارة تتعجب أن يتجب أن يسرق الشيطان سيطان تحاول الناس لتحاول الناس لتحاول الناس لتحاول الناس لتحاول الناس في حدث وحقه إنه محاولة فإنه محاولة وقال وقال فإنه 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 وقال الله سبحانه وتعالى فإنه هذا جنة لك استمتعه شايتان وقاله إنه محاولة وقاله أن تقاله أنه فإنه فإنه محمور فإنه وقاله هستمع قد على رجال فإنه 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 من الأقبل فإنه الشيطان always tries to give us promises that if you do wrong you will enjoy it يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ بُشَّيْطَانِ بِلَّا بُرُولًا الله mention this in Surah Al-Nisaah that shaytan gives the person promises that shaytan promises are nothing but deception because this nafs al-ammara is so compelling prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam is asking us to seek Allah refuged from the nafs al-ammara he said sallallahu alayhi wa sallam when he said something he is teaching us he said sallallahu alayhi wa sallam اللهم إني أعوذ بك من شرر نفسي five words I seek refuge I seek refuge from you against the evil of my nafs type number two is called the nafs al-lawana the blaming self this nafs tries to blame the person when he or she intends to do wrong Allah mentions this in Surah Al-Qiyar لا أقصب بيّاو بالخيانة ولا أقصب بالنفس اللوان I swear I swear Allah I swear when he swear there is nothing so important I swear by the day of judgment and I swear by the nafs of al-ammara sorry the nafs al-lawama the blaming self what it is blaming because lawama because this nafs when the person tries to do wrong this nafs comes to reproach him don't do wrong after Adam عليه السلام did wrong نفس الام lawama came to him and told him fear Allah you did wrong immediately he and his wife عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنتولنا من الخاسرين O Allah we wronged our nafs if you didn't forgive us we will be among the wrong doers brothers and sisters in nafs in lawama there is always a struggle between the person who is intending to do wrong and between nafs in lawama because nafs in lawama don't do that don't do that and this is called jihad jihad in nafs this is what prophet Muhammad SAW said in the hadith reported by Imam Ahmad المجاهد من جاهد نفسه في ضاعة الله المجاهد is the person who struggles against his nafs to make it comply with the teachings of Allah now we are approaching summer time and very important to show to show jihad to your nafs in order to make jihad to your nafs in order to wake up before the sunrise we are approaching Ramadan Ramadan is going to fast 15 hours you need to make jihad to yourself in order to to remember to remember or to appreciate the meaning of thirst and hunger state number 3 is named al-nafs al-mutma'innah the contented nafs this is very pure nafs because this nafs is named mutma'innah in Qur'an PD o you contented nafs returned to you iera of Allah you are pleasing and you will be well pleased. You are pleasing because of the good job that you have done in your lifetime and you will be pleased with what Allah has prepared for you. Brothers and sisters, if no one can preach this نفس except those who are doing their best to train themselves their nafs. to make it comply with Allah always. And therefore, when the Muslim reaches this state of nafs, he is ready to meet with Allah. It's like a student who works hard and somebody or the professor told him now there is a test, I am ready, when the angel of death comes to a nafs of Muhammad Ibnna the person is ready to meet with Allah. So eager to meet with Allah subhanahu wa ta'amala. This nafs has three qualities. Prophet Muhammad is asking us to ask Allah to grant us these three qualities. nafs. He said in this hadith reported by Imam Al-Tawarari Allahumma inni yas'aluka nafs muthma'inna. Tuhminu bi-riqa'ik wa taqna'u bi-aqa'ik wa ta'adha'i wa ta'adha'i wa ta'adha'i O Allah I ask you to grant me nafs muthma'inna. This nafs believes in meeting with you. Always ready. This is quality number one. And quality number two this nafs always accept the decision that came to that person. Qabaw always don't complain whatever happens has to be Allahumma that was going on in Syria for example. Or what we say has to be Allahumma this is Allahumma that Allah subhanahu wa ta'ala there is a wisdom behind this crisis that we don't understand because our our mentality is cannot understand everything. Somebody may say that everyday innocent victims shohada houses are being destroyed and now not only the oppressive regime trying to oppress the Syrian but right now also Hezbollah of Lebanon trying also to help the Syrian regime to oppress the Syrian so all what we say Allahumma will definitely make that move reveal and come to full truth but we take time my brothers and sisters allow me to explain what was nafs want to achieve and how does Quslim deal with his nafs my dear brothers and sisters نفس في الوصول لا يريد أن يكون محطة. نفس أريد أن يكون محطة. وعندما نفس تكون محطة المخطرين، يصبح محطة لها سيكون محطة لها. ما يريد أن نفس؟ نفس أريد أن يكون محطة. سيكون محطة. أهل ويحطة. سيكون محطة. وليس أريد أن يكون محطة. أحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والطبط والخيل المسوّمتي والأنعام والحظ. ذلك نتع الحياة لك. أحب الشهوات. أهل الله تعلمنا لك. أنه نفس الجه محطة. تشغيل الناس منهم وهمين جداً لديهم مرحباً لديهم لمن؟ لأنهم تريد أن تريد لديهم سيارة ومع تجوزها لديهم سيارات لديهم كلها هذه هي منها لذلك كيف يحقق المسلمين في هذه الشهوات؟ المسلم هو الشخص الذي يحقق هذه الشهوات و لم يجعل هذه الشهوات أن يحققهم الله تعالى نحن نحن إذا كنت ستحقق هذه الشهوات جنة يتوقف وَأَنَّ مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِيهُمْ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى هذا هو الله تعالى فما يحقق الأن فما يحقق الع المتركة فما يحقق مع الله وما الرحمة عليه وسلم اسمنا을 hoor, izahitohi wa'adhuaa, al-kharis ilahi asti wa'ajan fila al-qalb. He said that you need a strong very powerful determination and sincere dua. This is what Prophet Muhammad is telling us to say اللهم آتي نفسي تقواها وزكها إن تخير وزكها قل الله grant my نفسي تقوا and purify you are the best to purify إن الله وملائكة وصليه على نفسه يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا باركوا عليهم زمانا وطانا اللهم نصدي على سيدنا ومعرفاه سيدنا ومعرفاه سيدنا ومعرفاه ونصدي على سيدنا النجاية وعلى آل سيدنا النجاية وقارك على سيدنا محمين وعلى آل سيدنا نشاهد ثم قارك على سيدنا النجاية وعلى آل سيدنا النجاية فتاعمت PEACE أولا طاشف الأمن كاشف الغم مجيبة دعوة المنطرير رحمل الدنيا والآخرة ورحمهما نسألك يا ربي أن تحقن دماء المسلمين في سوريا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنقذنا من فرعون سوريا اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن ترفع الغم والهم على أهلنا في فلسطين وفي لبنان وفي مصر وفي السودان وفي الصومار وفي بورد وفي كل مكان يذكر به اسمه واتقاب به شعائره اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة الزنباً إلا وفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا ديناً إلا وقضيته اللهم ولا شهيداً إلا وقبلته اللهم ولا سجيناً في سبيلك إلا وأطلقت سراحه اللهم لا حاجتك لك بها رضاً ولا فيها صلاح إلا واستهلتها يا قضي الحاجة يا أبي الدعوان وآخر دعواناً الحمد لله يارب العالمين لدينا سأريد أن تكون فينا نصر لنشهر الله لنشهر الله من شهر الله من الشهر الله